التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت درينيتش موجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخلال الاتصال هنأ ولي العهد السعودي الرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر وقد ثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة وجه رئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث وجه الرئيس السيسي باستغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية مشددا على اهمية الاستمرار في الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي كما شهد الاجتماع مناقشة جهود ازالة التعديات واعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وكذا الاتر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها استوشد واصيب عشرات الفلسطينيين معظمهم من الاطفال والنساء جراء تواصل قصف الاحتلال الاسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة وافادت وكالة الانباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة اخرين في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا فيما استهدفت غارات اسرائيلية اخرى مخيم لبريج ومنطقة جوحر الديك ومخيم النصيرات وسط القطاع ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب قطاع غزة يأتي هذا فيما اوضح الجيش الاسرائيلي انه رصد اطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة المنارة مضيفا انه هاجم مصادر اطلاق النار ومواقع اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طول كرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيم نور شمس شرقي المدينة واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافات بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في اجواء طول كرم ومخيماتها على ارتفاع منخفض مشيرة الى ان مواجهات عنيفا دلعت وسط اطلاق قوات الاحتلال الاعيرة النارية بكثافة فيما سمعت اصوات انفجارات ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواقف اقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو عدد من قيادات حزب الليكود في اجتماع للحزب اعقد مؤخرا بشأن عملهم وجودهم المبذولة من اجل تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واوضحت الخارجية الفلسطينية ان هذه التصريحات تكشف عن حقيقة اهداف حرب الابادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مشيرة الى ان هذه الاعترافات صفعة لجميع الدول التي دعمت اسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني قال الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلانسكي ان الدفاعات الجوية الاوكرانية اسقطت خمس طائرات روسية من طراز سخوي خلال الاسبوع الماضي وضف زيلانسكي ان الدفاعات الجوية الاوكرانية ستصبح قوية بشكل متزايد خاصة وان البلاد تتلقى انظمة اضافية تم الاتفاق عليها بالفعل بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز اف سكسين قال مساعد الرئيس الروسي ماكسيم اوريشكين ان روسيا باتت الدولة صاحبة اكبر اقتصاد في اوروبا واضاف اوريشكين ان اقتصادات الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي باتت تفقد شيئا فشيئا دورها واهميتها بينما اصبحت الصين الاقتصاد الرائد واصبحت روسيا اكبر اقتصاد في اوروبا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة